موسيقى نشوف التمريرة وصلت شادرك داخل منطقة الجزاء حاول شادرك ولكن خرجت الكرة إذن إلى ركلة تنفيذ ملعوب الكرة ولكن مبعد من دفاعات فريق الجيش وصلت عند حسن دهان بهذه التصويبة ولكن بعيدة جدا عن مرمى خالد إبراهيم شوية مؤيد عجان ملعوب الكرة على شكل تمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء لومري بالتصويبة ولكن التصدي كان بوجود من شهر التوغل داخل منطقة الجزاء هي الكرة الريحانية لا تزال الخطورة قائمة هذه التصويبة ولكن تصل عند خالد إبراهيم تصويبة محمود النايف يمتلك قدم قوية جدا ملعوب الكرة من الدهان خطيرة الكرة لمصلحة فريق الأهل ولكن خالد إبراهيم ما نعم بالتصدي كان خالد إبراهيم في التصدي كان للكرة رضوان قلعجي مؤيد خولي هيا مؤيد الخولي التصويبة الله على هذه الكرة من الخولي الله على هذه التصويبة البعيدة كانت من مؤيد خولي أنس دهان هي الكرة زكريا عزيزة واللمسة والتمريرة حسن دهان كذلك بتمريرة بينية بتجاه نس دهان خطيرة داخل منطقة الجزاء الكرة الآن أهلاوية شادراك شادراك يعيد الكرة إذن أمام الجيش كما فعله في الذهاب يسجل في الإياب شادراك إذن هدف التقدم لمصلحة فريق الأهلي هدف التقدم لأهلي حلب في هذه المباراة عن طريق شادراك الانطلاقة والأجمة كانت حسن دهان لأنس دهان كذلك التمريرة باتجاه شادراك وضعها في شباك خالد إبراهيم إذن شادراك يصل لهدف الرابع رفقة فريق الأهلي في هذا الموسم شادراك إذن يسجل في شباك الجيش ذهابا ويسجل إياه أهلاوية محمود نايف مرسلة تمريرة بشكل ولا أروع باتجاه شادراك من هنا على اللا طرف يحاول شادراك من أمام ويد الخولي اللمسة التمريرة لأنس دهان داخل منطقة الجزاء خطير 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 داخل منطقة الجزاء خطير 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 هذا أنس خطير الله على هذه الكرة الأهلاوية الله على متعة أهلاوية وفن أهلاوي من جانب الأعبيل أهلي إذن في هذه المباراة أنس دهان أنس دهان بهذا الهدف الرائع جدا والجميل جدا إذن يسجل الهدف الثاني لمصلحة أهلي حلف في شباك الجيش هدف مميز هذا أنس دهان بهذا العمر ويفعل هكذا أشياء أنس دهان صراحة من اللاعبين المميزين جدا في صفوف الأهلي شوف الإعادة شوف الكرة شوف استمتعوا بهذا الهدف من أنس دهان مر موه شوف التزديدة شوف التزديدة في شباك خالد إبراهيم الجيش على الأهلي يعود لعام 2022 في إياب موسم 21-22 بعدها خمس مواجهات ما بين الفريقين الثالث 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 ولكن هذه المرة من حسن دهان هذه المرة من حسن دهان بعد أنس وبعد شادرك حسن والهدف الثالث حسن والهدف الثالث واستمرار استمرار المتعب والفن والطرب الأهلاوي هنا في ملعب الجلان نعم أمام فريق الجيش يبدو أنه أمام نتيجة تاريخية ستكون أمام نتيجة تاريخية ستكونه أمام شبان صغار شبان صغار نعم بالنسبة للأهلي يفعلون يفعلون العجاب هنا يفعلون العجاب هنا أمام فريق الجيش ثلاثة أهداف وكل هدف التمرير من الأوماريليا رضوان قلعجي يحاول ردوان توغل تقدم على مشارف اللامنطقة لأومري هيا صوب وسامة ولكن بعيدة ملعوبة العرضية داخل منطقة الجزاء وصلت الكرة عند محمد فارس داخل المنطقة العرضية وصلت الكرة لا تزال الخطورة قائمة لمصلحة فريق الجيش وهنا الكرة ولكن مبعدة عادت لا زالت خطيرة 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 الكرة أيها مكرمبي والتصويب ولكن مبعدة مجال انتلاق الآن من محمد نور خميس توغل محمد نور مرسل التمرير وسامة أومري ولكن مرت الكرة الأهلية متراجعة للحفاظ على النتيجة أمر منطقه مبرر طبعا اللعب على المرتدات وضرب دفاعات فريق الجيش والمساحات التي قد تظهر نتيجة التقدم هذه الكرة الجيشاوية ولكن مرت الكرة شهر مرسلة طولية انتلاق من شادرك شوف السرعة من شادرك خطير خطير شادرك في الانتلاقات ريحانية كذلك هناك حصة للريحانية حصة للريحانية أيضا والهدف الرابع انهيار انهيار لفريق الجيش في هذه المباراة رباعية ثقيلة رباعية ثقيلة على فريق الجيش حصة للريحانية حصة الريحانية نعم في الشوت الثاني في الشوت الثاني ولكن الهدف الهدف يسجل لشادرك صراحة بهذا الانتلاق بهذه الانتلاق وهذه السرعة مر شادرك وارسل الكرة والريحانية أكملها والفنش من الريحانية نعم حصة الريحانية بالهدف الرابع أربعة أهداف أهلاوية حمراء في صفوف فريق الجيش تعمق جراح الجيش في هذا الموسم موسم أساني سلام الكرة مع كل لمسة هنا خطورة مع كل لمسة خطورة شادرك 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 مر شادرك مر فرصة للخامس ممكن الخامس نعم ممكن الخامس شادرك ولكن أبعدها خطاب أبعدها خطاب نعم طالت عليه في أول مرة شادرك شاهر الشاكر الكرة الآن أهلاوية زكريا عزيزة باتجاه الريحانية التمرير البينية التمرير البينية وصلت لحنان وصلت لزكريا نعم عرضية شادرك ولكن مرت الكرة مرت الكرة هذه المرة بجانب المرمى ملعوب الكرة وهذه الرأسية ولكن خرجت نعم انتصارين وثلاثة تعادلات الآن ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وأنا ازدهان وورت الكرة عند زكريا عزيزة وصلت إلى شادرك شادرك السلام الكرة المحاولة والانطلاق أهلاوية مع كل لمسة خطورة مع كل لمسة خطورة مع كل لمسة خطورة ما هذا يا شادرك ما هذا يا شادرك هذا الريحانية داخل منطقة الجزاء على مشارف المنطقة الان ريحانية المحاولة أهلاوية زكريا والتصويب من عزيزة ولكن مرت الكرة بجانب المرمى الكرة الان جيشاوية الأمري اللم سوى التمرير عند ردوان قل عجيب تصويب من ردوان ولكن تصل سهلا عند شاوية محاولة نجح نحو صراع الهبوط نعم وهنا المحاولة شاهر الشاكر في الابعاد طبعا الحكم يامر بوصلة اللعب خطاب مشلب يحاول خطاب والتصويب نعم والهدف التصويب الصاروخية بعيدة المدى من خطاب مشلب تسكن شباك شاهر الشاكر إذن يقلص الفارق خطاب يقلص الفارق خطاب مشلب بهذا الهدف المميز صراحة في شباك شاهر الشاكر ردوان قل عجيب خطيرة الكرولان أهلاوية هذه التمرير من عبدالله نجار باتجاه حسن دهان الانطلاق الأهلاوية شوف خطيرة الكرولان خطيرة للأهلي الساحات كانت فارقه حسن دهان وعرضية عبدالله نجار يحاول يحاول نجار والهدف الخامس للأهلي من زكريا عزيزة نعم هياها النجار لزكريا خمسة 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 أهلاوية في شباك فريق الجيش نتيجة قاسية نعم نتيجة قاسية على فريق الجيش ومهمة لشبال الأهل الانتصار بخماسية اليوم الانتصار بخماسية وأمام الزعيم